حي عبدالقدر مرسلي من أقدام أحياء بلدية دوودا في وليت تبازا يحصي ما يقارب ثلاثة آلاف نسمة بدأت وضعيته تتحسن ليبقى غياب غاز المدينة واهتراء طرقات به مشكلان الرقى يومية السكان أنا حوالي 40 سنة ساكنين اللي هنا من اللي نشفتري هكذا الغبار في الشتاء منسكوا المعدة هبطوا اللي هنا ويدان شوف منسكوا الذراري هبطوا اللي يقول يعانوا يروحوا يعانوا أنا نعني بزمت رقادي سيكوس لأسبونسيو مرضى طاكسي ماجي كيف فهم؟ بزمت عينا نحن نرى في العاصمة اللي هنا ما لديناش الغاز الغاز اللي هناك قرارة خمسين ألف وما كاش نجي بالك الطرق ما كاش والألبوم بيوم ما يجي نوشنا الله ملاس ما يدخلش تأخر عملية تسوية وثائق البنايات معضلة أخرى يشكو منها هؤلاء تسوية الوضعيات المساكن تبني ممنوع يعطوه لك السنة وكيف الحل تح هذا الوضعيات المساكن نحن لكم مثل السنة هي سيقولهم الوضعية الدولة تربح معانا 200 في المشاق 100 في المشاق جمعية الحي سبق وأن رسلت مسؤول البلدية للتدخل وهي اليوم تعيد رفع ذات المطالب عندنا كهرباء عندنا المال الشرب ويجع طولنا أكثر خيرا من الحق وقلو الصرف الصحي ثاني كنا نحن نحن نضيف تسوية الوضعية المساكن والطريق تعبيد الطريق والقاز يعتبر حي عبدالقادر مرسلي بدوودا قطب من الأقطاب الفلاحية بولاية تبازا يبقى تطويره مرهونا بمدى إرادة المسؤولين في تحسين وضع المنطقة عموما ترجمة نانسي قنقر